احنا تقريبا بنعيش حدث طاغي يعني طاغي بكل المعيني حتى بالمعنى الانفعالي مش بس بالمعنى الزهني والانشغال العقلي والعام وانما حتى بالمعنى الزاتي والعاطفي هو حدث صعب جدا انه الانسان يقدر ينظر الى نفسه كانسان لو عزل نفسه عنه ولم يتفاعل معه انسانيا احنا بنشوف حدث من الابشع انسانيا في السنوات الاخيرة وربما على مدى زمني اطول من ده ربما في الازمانة الحديثة بدون مبلغة اكيد في احداث تانية ابشعة من ناحية عدد الضخايا يعني فاحنا مش مش عايزين نبالغ ولا حاجة في اعتبار يعني مظلوميتنا هي المظلومية الابشعة في التاريخ لكن لا شك انها من بين المظلوميات الابشعة يعني وبالتالي حدث زي ده بيدفع الانسان بالضرورة للتفكير والتأمل كثيرا في كيف يمكن فهمه وكيف يمكن استيعابه كيف يمكن بالتالي التعامل معه والتعاطي معه من موقع تحرري مشغول بالسؤال الانعتاق وسؤال التحرر الانساني وسؤال العدالة احنا بنشوف بنحاول نفهم هو ايه قبيعة الصراع ما بين اسرائيل اسرائيلي الفلسطيني اسرائيل اسرائيلي الفلسطيني ممكن نبصله من منظور لو احنا بصنا له منظور اللي بيتم النظر بيه اليه من قبل كثير من الحكومات وحتى بعض المثقفين اللي هما ممكن نسميه مثقف اليمين او حتى مثقفين معتدلين احيانا على انه صراع اثني حصل ما بين مجموعاتين عرقيتين جمعتهم الصدفة التاريخية والجغرافية في منطقة ما يعني كأنه مثلا صراع زي صراع مثلا التوتسي والهاتو في رواندا يعني عرقيتين اجتمعوا في منطقة معينة في بينهم تاريخ مشترك وجغرافية مشتركة وحصل بينهم تفاعل خشن يعني او خصومة ما ربما تطورت حتى الى اعتداءات عنيفة جدا لكن يعني هذا هو التعريف في الواقع الحاصل في فلسطين قطعا مش هذا النموذج الحاصل في فلسطين تاريخيا هو تجربة استعمار استيطاني ربما من اوائل من وصفوا ما يحدث في فلسطين بهذا الوصف هو مكسيم رودانسون المؤرخ الماركيسي الفرنسي الشهير اللي هو ليه كتاب بهذا العنوان يعني او كراسة بهذا العنوان ستلر كولونيالزم يعني ايه ستلر كولونيالزم؟ احنا عارفين الكولونيالزم الاستعمار الاستعمار انه في جماعة سياسية ما بتروح تسطو على موارد جماعة من السكان وعلى ارادتهم السياسية وتحكمه ده اسمه استعمار الاستعمار ده تاريخيا احنا بنقسمه لي كولونيالزم استعمار اداري وستلر كولونيالزم استعمار استيطاني بمعنى انه في انواع من الاستعمار الهدف الاساسي لها هو ادارة موارد السكان الاصليين بهدف استغلالها ده زي مثلا تجربة استعمار مصر من قبل انجلتر فهو في الحقيقة مش عايز يجي يعيش في مصر الا بقدر ما تحتم الادارة يعني ومش عايز انه يقضي على سكان مصر وانما عايز الموارد اللي بتطلع من مصر هو عايز يستغلها واحيانا حتى يعيش تسمرها في مصر وينمي القوة السكانية كقوة عاملة يمكن مصدرة فوائد القيمة التي تنتجها بقدر او باخر وبالتالي استغلالها وفقا لنمط حديث نسبي هذا هو الشكل التقليدي للاستعمار الاكثر انتشارا في العالم لكن احنا عندنا شكل تاني من الاستعمار هو الاستعمار الاستيطاني الاستعمار الاستيطاني انه جماعة بشرية سياسية ما تحاول ان تعيش او تسكن ارض تعود الى سكان اخرين وبالتالي بشكل طبيعي جدا لابد ان يحدث نوع من الصدام ما بين الجماعتين هذا الصدام بيقود ليه شكل من شكلين في تقديمي الشكل الاول هو محاولة اخضاع الجماعة الاستعمارية للشعب الاصلي واستغلاله بنفس المنطق وده النموذج اللي ممكن نشوفه في جنوب افريقيا وفي حالة الجزائر كذلك اللي هو المستوطنين الفرنسيين في الجزائر ليس لديهم يريدون ان يعيشوا في الجزائر لكن ليست لديهم رغبة في التخلص من كامل السكان الاصليين لكن لديهم رغبة في اخضاع السكان الاصليين واستغلاله نفس الشيء في جنوب افريقيا انه البيض في جنوب افريقيا لديهم رغبة في اخضاع السود واستغلاله وبالتالي بتنشأ بشكل او باخر انظمة فصل عنصر انه هو عايز يبقيه وعايز يستغله بدون في نفس الوقت ما يخضي عليه لانه هو مصدر العيش مصدر القيمة المضافة اللي هذا المستوطن بيستفيد منها وبيبني امتيازاته على هذا الخضع لي وده حتى نموذج ان لم يكن يأخذ شكل استعماري واضح لكن هو نفس نموذج الفصل العنصري في انجلترا بالنسبة لي السود ان هو يأتي بالعبيد السود ويريد استغلالهم وفي نفس الوقت يجردهم من الحقوق السياسية وبالتالي هو لا يريد ان يقضي على هؤلاء السود لانه بيستفيد منهم كقوة عاملة لكن في نفس الوقت لا يريد ان يمنحهم حقوق سياسية تحميهم ولو بالتدريج ولو جزئيا من هذا الاستغلال وبالتالي تنتقس من امتيازات الفئة العلية لكن في الحقيقة حتى الحالة الاسرائيلية هي حالة اكثر تطرفا من ذلك لانه انا بشوف ان هي نمط من الاستعمار الاستيطاني مش بس نمط عنصري وانما نمط احلالي سبستيتيوشنل يعني ايه سبستيتيوشنل او احلالي ان الجماعة المستعمرة ترى ضرورة التخلص من السكان الاصليين للخصول على الارض النموذج التاريخي لده هو نموذج استعمار الامريكتين من قبل القوى الاوروبية وتحديدا تجربة الولايات المتحدة الامريكية هنلاحظ في تجربة الولايات المتحدة الامريكية اوجه كثيرة للتناظر مع التجربة الاسرائيلية في الحالتين الجماعة السياسية دي تشكلت عبر الاضطهاد الديني لمجموعة من الاقليات الدينية في حالة الولايات المتحدة كان هؤلاء بالأساس هم البورتستانت اللي تم اضطهادهم في اوروبا في عصول الاصلاح الديني وفي الحروب الدينية التالية سواء كانوا بعض طواقف البيوريتان وغيرهم في انجلترا او الهجنوت في فرنسا وهكذا ودول كانوا بيتجهوا للولايات المتحدة فهو يرى نفسه انه ينتمي لأوروبا لكنه في نفس الوقت هو ابن اوروبا الطريق وبالتالي هو دايما عنده الامبيفلنس ده او الرابطة المتروحة او المتنقضة دي تجاه اوروبا انه يرى نفسه كاوروبي لكن في نفس الوقت لديه حنق وغضب شديد على اوروبا طيب ده بيفيد بايه بيفيد بانه بيرى الاخرين بنظرة عنصرية فهو رغم انه ضحية الا انه دايما بيعمل ترانسفير تحويل لمظلميته واسقاطها على اخرين يحاول ان يحاول الاخرين الى ضحايا ويرى لنفسه استحقاق شديد استحقاق شديد بما انه ضحية وبما انه ينتمي الى الحضارة الاعلى في نفس الوقت فبالتالي فيه تناظر ما بين التجربتين الاسرائيلية وتجربة الولايات المتحدة حالة الولايات المتحدة تم ابادة السكان الاصليين اللي هما الهنود الحمر عبر سنوات طويلة قرون متتابعة في حالة اسرائيل المشكلة الاساسية التي منعت الابادة ليست اي شيء اخلاقي وانما صعوبات عملية في القيام بهذه الابادة ليس اكثر في الواقع حتى المشروع الصهيوني في الدايته كان عنده رؤيتين كان فيه رؤية لمحاولة طرد جزء من السكان واخذ اراضيهم مع الابقاء على جزء اخر من السكان والتعايش معه ودي الرؤية الاكثر انتشارهم في الصهيونية التقليدية واللي افرزت بعد كده حزب العمل او مباي او البعض ممكن بيسميه احيانا الصهيونية اليسرية اللي هي صهيونية بنجوريون صهيونية المينستريم في الوقت ده ودول ما كانش عندهم مشكلة انه يبقى بعض السكان العرب ويتم استيعابهم داخل الدولة اليهودية بما لا يهدد يهودية الدولة وبما لا يهدد يهودية الدولة دي شرط مهم وهنتكلم عنه بشكل اوسع انه هو ابقى على السكان العرب تحت الحكم العسكري لمدة من 48 ل66 اللي هو ما يقارب 20 سنة لحد ما اطمن لرسوخ يهودية الدولة انه السكان العرب لن يهددوا هذه الهوية للدولة اليهودية وبدأ في هذا الوقت يرفع عنهم الحكم العسكري في الوقع كان فيه تيار اخر اكثر راديكالية واكثر تصالحا مع حقيقة التصور الصهيونية وهو تيار الصهيونية التصحيحية او اليمين الصهيوني بقيادة زائف جابوتينيسكي وزائف جابوتينيسكي كان يرى بانتهى الوضوح انه السكان العرب لا يمكن ان يقبلوا في اي وقت بواقع وجود اسرائيل وبالتالي استيعابهم هو غير ممكن حتى في حالة رسوخ يهودية الدولة وانه طول الوقت يجب اخضعهم بالقوة وتهددهم وإلا لن يكون هناك وجود لإسرائيل وفي الواقع من ناحية الجوهرية لم يكن هناك خلاف كبير ما بين الجناحين الصهيونية كما يتم تصوير الامر احيانا لانه احنا نلاحظ مثلا ان احد رموز الدولة اليهودية التي تم بنائها زي موشي ديان وهو الرجل الذي تولى حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية وقيادة الجيش الاسرائيلي لعدة سنوات في الخمسينات وهكذا هذا الرجل هو نفسه كان يتحدث بوضوح عن فكرة انه احنا ما من سبيل سوى إصداع العرب والحفاظ على السلاح في اليد ليه حماية هذه الأرض التي انتزعناها منهم والأمر نفسه حتى نجده في بعض تصريحات بن جوريون ففي الحقيقة هذا الجوهر الإحلالي للمشروع الصهيوني لم يكن غائبا ولم يكن غائبا حتى عن مفكرين يهود أكثر اعتدالا رأوا هذه الرؤية من البداية هذه الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية اللي موجودة في المشروع الصهيوني زي مثلا ما أفرت في المقالة ليه حد زي أحدها عام أحدها عام هو مفكر يهودي روسي يطلق عليه مفكر أو مؤسس الصهيونية الروحانية هو كان مؤمن بأن الصهيونية فكرة الروحانية وليست فكرة سياسية العودة إلى الأرض الأم يجب أن تتم على المستوى الروحي والذهني والثقافي وليس على المستوى السياسي يعني مستوى انتزاع أراضي العرب في فلسطين ويعني هو لم يقبل إطلاقا أن يعني يربط ما بين اليهودية وبين هذا المشروع الواضح في طبيعته الاستعمارية وليس فقط في طبيعته الاستعمارية لكن في طبيعته الإبادية وصف الحالة الإسرائيلي الفلسطين بأنها حالة فصل عنصري هو وصفه دقيقة ما قبل ما يعني هناك فصل عنصري فصل في الحقوق وفصل مكاني ما بين الجماعتين بشريتين على أساس عرقي أن دول يهود دول عرب وهنفصل ما بينهم يعني بأدوات فصل قانونية وبأدوات فصل مكانية وهذه هي أماكن للحركة وفضاءات يوجد فيها الفلسطيني وفضاءات يمنع الفلسطيني من الاقتراب منها وفي المقابل يعني يقدم اليهودي من أراضي الفلسطيني بشكل منتظم فبالتالي هي حالة فصل عنصري لكن لا ينبغي في أي وقت أن احنا نفصل الفصل العنصري عن أساسه وقاعدته المادية اللي هي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وده كلم تنبه ليه حتى بعض المفكرين الماركسيين حتى الإسرائيليين زي موشي ما شوفر موشي ما شوفر مثلا وهو أستاذ فلسفة إسرائيلي معادي للصهيونية وهو مع ذلك تم طرده بالمناسبة في 2017 من حزب العمال بريطاني بتهمة أنه معادي للسامية أو يعني كانت أحد الاتهامات اللي وجهت لي أنه معادي للسامية ما كانت هناك أسباب أخرى للطرد يعني لكن من بين الأسباب النواة معادي للسامية فكان موشي ما شوفر يعني يؤكد على هذه الفكرة دائما وهو له مقالة اسمها Beyond Apartheid وأعتقد له كتاب بعنوان قريب من ذلك هو يشرح فكرة أنه الفصل العنصري في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية ليس قائما على صراع اسم وإخضاع اسم حصل بسبب استغلال عرقية أو استغلال مادي على أساس عرقي زي اللي حصل في بعض التجارب الأخرى وإنما ما يحدث هو عملية إحلال عملية طرد طبعا من منظور مركسي بعض المثقفين اليساريين يعني يجد نوعا من الحرج في قبول هذه الفكرة مع أنه في الحقيقة ما ننبه إلى هذا البعد أو ارتباط فكرة المصادرة بفكرة الاستغلال هو مركس نفسه أنه لا استغلال بدون مصادرة لا إكسبلويتاشن بدون أن تتأسس على نعم الإكسبروبرياشن أنه إذا كان في إكسبلويتاشن على أساس مصادرة فائد القيمة بشكل اقتصادي فده لا بد أن يتأسس على مصادرة الموارد نفسها بمنطق سياسي وعنيف وده اللي مركس شرحه في مفهوم الPrimitive Accumulation في نهاية المجلد الأول من رأس المال وPrimitive Accumulation أعتقد أنه فيه كاتب لاتيني مركسي لا أذكر اسمه كتب مؤخرا بحث مهم جدا في ترجمة التراكم البداي أو التراكم الأولي بكلمة Primitive هو بيقول أنه مركس لما كتب هذه الكلمة في النسخ التالية نقحها بكلمة أقرب إلى معنى التراكم الأساسي وليس التراكم الأولي أو البداي ما الفارق الفرق أن هذا النوع من التراكم ليس حقبة زمانية تحدث وتنتهي يعني مش عندنا في الأول مصادرة الموارد بالقوة والعنف وبعد كده نبدأ مرحلة الاستغلال فقط وإنما الحاصل من وجهة نظر ماركس وفقا لهذا التفسير أنه طول الوقت بيحصل Exappropriation تحصل مصادرة وبناء على هذه المصادرة يحصل بعد كده استغلال كمان فكأنه هناك العمليتين متوازيتين وبيحصلوا طول الوقت مع بعض حتى لو كانوا على المستوى المنطقي ينفع أنهم يترتبوا فربما يكونوا متتابعين منطقيا لكن زمنيا مش منفصلين طول الوقت بيحصلوا مع بعض فبالتالي لا ينبغي أن يكون لدينا حرج في فهم هذه الفكرة بالعكس يعني الفهم الماركسي السليم لما يحدث يجب أن يربط دائما ما بين فكرة Exappropriation المصادرة بالقوة والعنف والسرقة والنهب والسلب وما بين فكرة Exploitation الرأسمالي القائم على العلاقة بيع قوة العمل التي تبدو علاقة حرية فبالتالي لا ينبغي أن يكون لدينا هذا الانزعاج من هذا الوصف للحالة الإسرائيلية بأنها حالة إحلاج هذا الإحلال بالضرورة بيخلينا نفهم ليه المشروع الصهيوني طول الوقت ومنذ يعني بالتعبير الإنجليزي من أول لحظة ليه هو قائم على التطهير العرقي والإبادة يعني هذا التطهير العرقي والإبادة ليس شيئا طارئا ليس جريمة تقع في إطار الصراع وإنما هي الأداة والغاية الأساسية للمشروع يعني هي روح المشروع وغاياته في نفس الوقت طول الوقت المشروع الصهيوني قائم على أن نحن علشان نبقى موجودين لازم نطرد السكان فبالتالي طرد السكان هو أداتنا عشان نبقى موجودين وعشان نبقى موجودين هو هذه الغاية وغايتنا طرد السكان فتصبح طرد السكان هو الغاية طيب طرد السكان بيتم بالتطهير العرقي التطغير العرقي بطبيعة تقائم على أدتين أداة العنف المباشر أداة التهجير العنف أو القتل المباشر الإبادة يتخلص منه ويتخلص من وجوده وأداة نقل وجوده إلى مشكلة أخرى ومحاولة تصدير هذه المشكلة وده اللي بيخليه هذا الخيال مسيطر على الصانع هذا المشروع وعلى حامل هذا المشروع إلى اليوم حتى في ظل انعدام أو في ظل صعوبة الشروط الموضوعية التي يمكن أن يتم فيها ذلك يعني إحنا مثلا بنتكلم اليوم عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بيتكلموا في التهجير وطرحوا ذلك بوضوح مهما كانوا اليوم يعني يتراجعوا عن ذلك أو يتراجعون ظاهريا عن ذلك لكن هم اللي طرحوا ده من أول يوم طيب في طرحهم لده بصرف النظر عن الاستجابة العربية يعني هنفترض أن الاستجابة العربية كانت القبول بالتهجير هناك معضلات عملية في عملية التهجير كيف سيتم نقل 2.5 مليون بني آدم يعني النكبة لم يكن فيها 2.5 مليون بني آدم لدي كتلة سكانية كبيرة وكتلة سكانية بينها علاقات اجتماعية معقدة وهكذا بالتالي عملية نقلها يعني هم ليسوا هولاء بشر وليسوا مواد لا يمكن نقلهم بهذه السهول ومع ذلك لأنه هذا الخيال الإبادي التطهيري مسيطر على هذا المشروع منذ اللحظة الأولى كما قلنا بيتم إعادة طرح الفكرة حتى في انعدام الشروط الموضوعية للقيام بالفكرة دي فعملية محاولة تخلص من السكان هو السؤال الأساسي للمشروع الإسرائيلي طبعا كتير من الأوقات أنه الناس بتحاول تنظر إلى إسرائيل كفاعل عقلاني طبعا مفهوم العقلانية بالأساس في تقديري هو كثيرا ما يتعلق بالأداة وليس العقلانية الغائية هذا النقد حتى اللي بيقدمه مثلا بعض مفكري اليسار اليسار فرانكفورت مثلا مدرسة فرانكفورت يتقدمه المفهوم العقلانية أن العقلانية في الثقافة الحديثة شيء متعلق بالأداة إسرائيل ربما تكون عقلانية على مستوى الأدوات لكن طبعا على مستوى الغايات غير عقلانية يعني إيه غير عقلانية على مستوى الأدوات طول الوقت هي لا تحاول الوصول إلى تسوية عقلانية أو بمنطق سليم للعلاقة مع عرب فلسطين بمنطق حتى عملي براجماتي هي ربما تكون عملية وعقلانية على مستوى الأدوات في التخلص منهم وليس على مستوى الكمبروميز نفسه طرح تسوية للتخلص والقضاء على هذه المشكلة وعلى هذه المعضلة بالنسبة للوجود الإسرائيل فبالتالي بنشوف أنه إسرائيل طول الوقت هي اللي عندها المشكلة دي مش المشكلة جاية من رفض السكان العرب لوجود إسرائيل بالعكس يعني أنت لما حصل حرب 48 ما كانش الدافع للحرب هو طرد اليهود يعني لم يتم الحديث إطلاقا عن طرد اليهود من فلسطين وإنما تم الحديث عن رفض تقسيم فلسطين لما يعني لاحقا المعظم التحرير لما تأسست على الأقل على مستوى الخطاب كان المطلوب هو دولة من البحر إلى النهر دولة علمانية للشعبين حتى لما صعدت فصائل المقاومة الإسلامية في الحقيقة ما كانش ومازال ليس هناك طرح واضح لفكرة الطرد وإنها على مستوى الخطاب اللي بنشوفه مثلا فيه تصريحات حد زي بعض حتى مؤسسي حركات إسلامية فلسطينيين هم بيتكلموا مثلا بيقولوا طيب إحنا نعندناش مشكلة مبدئية مع فكرة حل الدولتين لكن ماذا سنفعل بحق العودة حق العودة هو سؤال متعلق بالأراضي التي تنتمي بسميا اليوم إلى إسرائيل وحتى بأهم هذه الأراضي المدن السكانية الكسيفة فيه سؤال بخصوصها أنه هو بيقولك أنا شخصيا أنا هذا المتحدث نفسه بيقولك أنا لي مثلا بيت أو أنا مهجر أو أنا عائلتي لها أرض في عسقلان في حيفة في صفد في بيسان وتم تحجيري من هذه الأرض أنا أراها وهذا البيت أنا أراه وأنا حاليا لاجئ في لبنان أو لاجئ في الأردن وأريد أن أرجع إلى بيتي فإنت حليلي هذه المسألة دولة واحدة أعملها عشر دول أسم البلد زي ما أنت عايز بس رجعني بيتي فهذا سؤال حق العودة هو سؤال موزعج جدا وسؤال صعب جدا وهو سؤال مرتبط بسوء حظ إسرائيل إنه إسرائيل لم تأتي في القرن السادس عشر إلا لكانت أبادة الفلسطينيين بنفس المنطق الأمريكي مع الهندو الحمر طبعا لا الفلسطينيين كانوا هنود حمر على مستوى الإمكانيات والإمكانيات الحضارية ولا إسرائيل كانت لولايات المتحدة على مستوى الإمكانيات الحضارية ولا السياق التاريخي كله كان هو نفس السياق يعني لكن لم يرفض العرب في أي لحظة ولم يبادر العرب لطرح فكرة الفصل ما بين العرقيات يعني هم لم ينظروا العرب لم ينظروا في أي لحظة إلى المسألة بمنطق عرقي ولا حتى يعني الاتهام المستمر بفكرة أنه تحويل أسلامة الصراع وتحويل الصراع إلى صراع ديني أو في الحقيقة يعني إسرائيل هي من تدفع طوال الوقت إلى تحويل الصراع إلى صراع عرقي وديني مش إحنا طب أقولك ماشي بس أنت وقعتوا في الفخ واستجبتوا ليها كعرب إحنا لا ما وقعناش كعرب ولا استجبنا ليها لأنه حتى الفصائل الإسلامية اللي بتقاوم فلسطين على مستوى الطرح وعلى مستوى النقاش السياسي منفتحة تماما على التعامل مع القضية ليس كقضية فصل عرقي وديني أو الرغبة في الفصل العرقي والديني ولكن على أرضية الحقوق أنا لي حق في هذه الأرض لي حق سياسي في أني أكون مواطن لدولة لي حق شخصي وإنساني في أنه يكون لي كرامة إنسانية لي حق شخصي وإنساني في إرثي وبيتي الذي تم انتزاعه مني والموارد التي تم انتزاعها مني وبالتالي أنا أود أن أسترد هذه الحقوق جميعها وبالتالي ليس هناك رفض لهذه الأرضية الحقوقية الرفض يأتي من الجانب الإسرائيلي طوال الوقت ده كله بيقودنا للتعامل كيف نتعامل مع هذه القضية كيف يمكن النضال في سبيل هذه القضية اللي أنا بقوله أنه في هذا الإطار فهم هذه القضية بهذا المنطق يجعل من غير الممكن تجردها من صفة التحرر الوطني وهنا بتيجي المشكلة الكبيرة أن التحرر الوطني ارتبط في العقود الأخيرة وفي الخيال حتى الماركسي بصعود أنظمة سلطوية هذه الأنظمة السلطوية تستخدم التحرر الوطني لبناء شرعية لسلطويتها وأحيانا حتى لتبعيتها للخارج وفي نفس الوقت هذا التحرر الوطني يرتبط كثيرا بصعود حركات يمكن أن ينظر إليها كيمين من الموقع الماركسي زي حركات قومية متطرفة حركات دينية متطرفة وبالتالي هناك حساسية في التجربة الماركسية حتى من ناحية العنف العنف الراديكالي الذي يندفع أحيانا برومانسية شديدة في التجاهات تعود بالتدمير على الحركة التحررية فبالتالي هناك حساسية تجاه مفهوم التحرر الوطني حساسية مفهومة في السياقات التاريخية لكن المقدمة اللي احنا بنوصفها دي كلها بتقول أنه من الصعب جدا تجريد النضال الفلسطيني عن خاصية التحرر الوطني احنا في أمام حالة استعمار استيطاني إحلالي في طرف مصر على إبادة الآخر أو تطهير الأرض منه وصحق إرادته السياسية ومصادرة موارده على أساس استعماره وبالتالي يعني من الصعب جدا أن احنا نجرد طبيعة هذا النضال من مفهوم التحرر الوطني اللي أنا بحاول أطرحه في المقالة أن احنا ينفع أن احنا نعيد تنشيط مفهوم التحرر الوطني ونعيد تحريره بشكل يجعله زو طاقة تحريرية كبيرة جدا لا أنا بسميها emancipatory momentum يعني زخم انعطاقي أو زخم تحرري لهذا المفهوم على أساس ديمقراطي إزاي؟ احنا بنشوف النهاردة أنه تجربة أو السياق العالمي اللي احنا بنعيش فيه هو سياق النظام العالمي الجديد وهو مش جديد قبل هو نظام عالمي بدأ يتشكل في الحقيقة من وقت طويل ربما حتى من قبل الحرب العالمية التانية كانت هناك محاولات لتشكيله بداية من صعود الولايات المتحدة الأمريكية في سياق الحرب العالمية الأولى كان هناك مساعي لتشكيل هذا النظام وهذه المساعي قائمة على محاولة استبدال شكل الاستعمار القديم بشكل جديد من الاستعمار احنا عندنا الحداثة ارتبطت بظاهرة الاستعمار الحداثة الغربية ارتبطت بقيام الشعوب الغربية أو الدول الغربية باستعمار دول أو شعوب بقى وقتها استعمار أراضي سكان العالم التالي وانتزاع مواردهم والسيطرة عليهم في هذا الوقت كانت الولايات المتحدة خارج هذه المنظومة منظومة الاستعمار القديم وخروجها برا هذه المنظومة كان نابع من طبيعة الاستعمارية الخاصة للولايات المتحدة يعني هي لأنها قامت باستعمار إحلالي مبكر لم تخم باستعمار بالشكل الإداري اللي كان بتقوم بإنجلترا وفرنسا ليس نابع من البراءة يعني كما يتم تصوير الأمر وإنما نابع من أنه احنا خلصنا المهمة بدري شوي تمام؟ وصعدنا وكان لدينا موارد ضخمة في الأراضي الأمريكية الشاسعة وهكذا فبالتالي لم نقم بالعملية بتاعت الاستعمار التقليدي الإداري اللي عملها إنجلترا وفرنسا وبدأ يحصل الصدام بسبب هذه الإمبريالية زي ما لينن بيوصف ما بين ألمانيا وما بين إنجلترا وفرنسا وطبعا حلفاء كل طرف لما بدأ يحصل هذا الصراع بدأت لولايات المتحدة بحط تصور لعالم مختلف وده من وقت الحرب العالمية الأولى هذا التصور يقوم على استبدال الشكل العنيف المكلف للاستعمار العسكري التقليدي باستعمار بطريقة أخرى الاستغلال ومصادرة موارد العالم التالت بدون استعمار بدون أن أنا أضطر أن أنا أبعد جيش وأحتل الأرض وأسيطر على السكان وأنتزع الموارد وأسرقها بشكل مباشر الأدوات دي زي زي أدوات مثلا الديون السيادية اللي هي كان اللي تم استغلالها أو تم استخدامها في تجربة الاستعمار القديمة استعمار مصر مثلا وتونس والجزائر وهكذا كان مرتبط بديون مرتفعة لهذه الدول وحتى إخضاع الدولة العثمانية نفسها كان مرتبط بمسألة الديون وتم إعادة استخدامها بداية من السبعينات في إعادة تدوير أو إعادة تدوير أموال البترو دولار مع صقود أسهار النفط بعد حرب تلاتة وسبعين لهم كانوا بياخدوا تاني الفلوس اللي بيدفعوها دي شراء النفط من الإمارات الكاليجية بياخدوها مرة تانية منهم يحطوها في بنوك فالبنوك دي مليانة فلوس فالبنوك دي تروح تسلف دول وحصلت بسبب ده في 1982 أزمة الديون الشهيرة في أمريكا اللاتينية واللي هي لعبة دور بالمناسبة في التحاول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وبعد كده حصرت أزمة الديون في بلدان تانية منها مصر تحديدا سنة 87 فبالتالي استخدام الديون في مصادرة فوائد القيمة ده أمر مهم جدا وفي مفهوم مهم اشتغل عليه بعض الباحثين منهم باحث مصري زي أسامة دياب اللي هو مفهوم الأموال التابعة سابالترن فاينانشيال فاينانشياليزم اللي هي عملية تحويل أو دفع دول العالم التالت إلى الانخراط في عملية الاستدانة وتطوير قطعاتها المالية بحيث تكون بيئة مناسبة ومستمرة للديون ويتم مصادرة الديون منها هذا الدين الذي يأخذه بالفائدة الفائدة التي يحصل عليها الدائنون هي فائد القيمة اللي احنا بدون تجه يعني احنا في كل عام كلنا موارد منا السياحة من قناة السويس من اي موارد لدينا سواء كانت موارد ريعية او موارد انتاجية هذه الموارد بتجمع اخر العام في شكل فائدة يحصل عليها الدائن في حالة اقرب الى حالة الاستعمار الامر التاني انه هذه الاستدانة تدفع الى اتجاه الاصلاح الهيكلي الاصلاح الهيكلي بتعبير حتى يعني اذكر مثلا استاذ واقل جمال كان بيوصفه كده وهو وصف جيد او وصف يعني جيد جدا وبارع يعني انه اللي بيحصل في التكيف الهيكلي في الستركتشل ريفورم انه يطلب منك التقشف ويطلب منك تخفيض الانفاق على تخفيض انفاق العام ويطلب منك كل هذه الاصلاحات بيكون غرض منها وتحويلك الى بيئة جيدة لتدوير الديون انه هو ده طرف جيد ينفع ان ندور عنده الديون عنده استقرار مالي يصلح ان احنا نعرف نصدر منه كل سنة فوقت الديون بدون ما يتعطل عنده ويستدين تاني وانه صادر هكذا بشكل منتظم طبعا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة اتفاقات التجارة الحرة اللي هي مش بالضرورة مرفوضة جزريا لكن في الحقيقة لا يمكن فصلها عن اشكال من الاستغلال والتبعية وانا بشوف مشكلة دايما فيه اما القبول التام بنظرية التبعية كما وجدت عند مثلا بول سويزي وعند بول باران او الرفض التام ليها مش بالضرورة ان احنا نحط نفسنا في الطرفين دول يعني ينفع انها يكون عندي انتقادات على نظرية التبعية لكن في نفس الوقت وعلى مفهوم الفائد الاقتصادي وانا احنا نقول انه ده مش ده اللي كان بيتكلم عنه ماركس لكن ينفع في نفس الوقت نشوف انه فيه اشكال من الاستغلال المرتبطة ده يعني بمعنى انه احنا لما نشوف مثلا الدول الاسيوية اللي بيتم تصنيع فيها مثلا بعض البراندات في الملابس وبعض المنتجات الشديدة الرفاهية ويتم مصدرة يعني ويتم نقل هذه المنتجات للخارج يدفع عليها مقابلات قليلة جدا ثم يباع هذا البرودكت كإند برودكت برقم مرتفع جدا وكل هذا الفارق كل هذه القيمة المضافة تحصل عليها الشركة طب القيمة المضافة جاية منين هي جاية من المصنع الأصل وهذا من مفهوم الماركيسي تمام أيضا خاص عن مفهوم الفائد الاقتصادي فأنا شايف ما ينفعش نرفض تماما النظرية التبعية ولا زي ما ما ينفعش نقبلها بشكل كامل ونلاقي عليناها دايما انتقادات طالقة بالصين وكوريا الجنوبية وغيرها فالحاصل أنه كل هذه أدويات تم استخدامها للانتقال من الاستعمار القديم الأوروبي للاستعمار الجديد تحت الإدارة الأنبيكية هذه الأدوات لو نلاحظ أنها جميعا تضرب فكرة السيادة الوطنية ترفض تماما فكرة السيادة الوطنية لأنه التجارة الحر تكيف الهيكالي الديون كلها تعادي فكرة السيادة أنت لما يكون مدين وأنا بفرض عليك أنك تقوم بسياسات معينة وإصلاحات معينة عشان تسدد لي الدين أنا بقضي على سيادة الوطنية تجارة الحر رأيان روما من أنت قص سيادة أنه أنت ممنوع تحط تارفز ممنوع تحط حواجز جمروكية ممنوع تحط كذا لازم دايما أسواقك تفضل مفتوحة أصلا الاستعمار القديم كان قائم في بعض الحالات على فتح الأسواق رفض سياسة إغلاق السوق من قبل بعض محاولات النهضة في العالم تالت بما فيها عندنا تجربة نحن الشخصية تجربة محمد علي وبالتالي هنلاحظ دايما رفض لفكرة السيادة الوطنية أو أنه في تعامل خشن مع فكرة السيادة الوطنية في التجربة الجديدة طيب إيه النموذج هو النموذج اللي أنا بوصفه بأنه سيادة لا مكانية نون سبيتيال نون سبيتيال سوفرينتي اللي هي السيادة لا مكانية سيادة عابرة للحدود طبيعة القوى المهيمنة اليوم هي بطبيعتها ذات بنية شبكية ده لعب فيه أدواء يعني لعب بعض التحولات لعبة أدوار مهمة في أنه يخلق الحالة الشبكية دي زي مثلا حالة أسواق المال الطفرة التكنولوجية وطفرة أدوات الاتصال وسرعة الاتصال ده بدونه كان صعب أنه يحصل الطفرة المالية اللي حصل فطفرة التكنولوجية المعلومات طفرة أسواق المال خلت الرأس المالية العالمية تأخذ شكل بطبيعته شبكي وعبر للحدود ويحصل تداخل كبير وتركز كبير يحصل هنا تركز رأس المال اللي كان بيتكلم عنه ماركس الكونسانتريشن اللي كان بيتكلم عنه أسف لينن في الإمبريالية أعلى مراحل الرأس المالية إحنا النهاردة بنشوف شكل أكثر يعني تطرفا منه مئة ألف مرة لينن لم يتخيلها وتخيلها حتى بعض من كان لينن ينتقده زي كوتيسكي وغيره إنه في الحقيقة هي ألترا إمبرياليزم إن أنت تلاقي رجل أعمال مصري هنا فلان الفلاني مشارك رجل أعمال في أمريكا كذا مع رجل أعمال إماراتي كذا علشان ياخده فلوس طلع من أسبانيا وطلع من موزمبيق في نفس الوقت يعني هذه الحالة موجودة يعني تمام نلاقي مثلا بعض الشركات الشركات الزراعية الخليجية بتزرع مثلا في مصر وتزرع في الأسبانيا ولو جيت تشوف البروتوفوليو بتاعها وتشوف فتلاقي في أسبانيا وفي مصر ومش عارف في الهند ولما تيجي تشوف الملاك ممكن تلاقي أسهم مثلا لراجل أعمال ممكن أحيانا مثلا أسيو وراجل أعمال وبالتالي هذه الحالة من الألترا إمبرياليزم من بناء قوى مهيمين عابرة للحدود وشبكية في بنيتها هو ده هي دي الحالة اللي احنا بنعيشها طيب علشان أنا أخلق أو أبرر النون سبيتيال سوفرينتي بتاعتي دي لازم يبقى ليها أساس تمام إيه الأساس بتاعها هو القانون الدولي وهنا طول الوقت حتى هذه المنظومة تحتاج إلى فعل عسكري لكن الفعل العسكري فيها يتخذ شكل وده الكلام مثلا اللي بيقوله أنتونيو نيجري وهاردت اللي هم واصفوا التحولات دي بشكل جيد جدا في كتاب الإمبراطورية إنه الفعل العسكري لما احنا نبقى دولة يعني العالم يبدو كأنه دولة وحدة وهناك شرعية قانونية دولية وحدة فيبدو الفعل العسكري كأنه فعل فعل شرطي وليس فعل عسكري وليس دولتين في حالة حرب وإنما أن فيه شرطي عالمي داخل المنظومة العالمية يقوم بإلزام الأطراف الخاضعة بالقانون الدولي وبالتالي الخروج على هذا القانون بقى محتاج عدو هذا العدو بحكم طبيعة هذا النظام لم يصطح أن يكون دولة وإنما يصطح أن تكون شبكات أخرى عالمية عبارة للحدود يمكن اللجوم عليه هذه الشبكات نعرفها بأنها الإرهاب أو يطلع لها مفهوم اسمه الإرهاب طب الإرهاب ماذا يعرف أنه استهداف المدنيين لأغراض سياسية طيب ماذا تفعل ولاية المتحدة في العراق ما كانش استهداف مدنيين لأغراض سياسية ماذا تفعل إسرائيل في فلسطين في غزة ما كانش استهداف مدنيين لأغراض سياسية طب في الحقيقة المفهوم من ناحية القانونية فيه إشكاليات كتيرة جدا طب تعريف المدني نفسه دي طبعا مشكلة كبيرة حتى في إطار صراعات الإسراع الفلسطيني الإسرائيلي فيه مشكلة كبيرة جدا في مسألة تعريف المدني يعني أنا حتى تعريف الطفل بالمناسبة هو ومش من ناحيتنا يعني إحنا مش عايزين ندفع لفكرة إنه نهدر الطفولة ونعتبر كل واحد يعني قوي جسدي إنه هو مش طفل لأ هو الطرف التاني نفسه اللي عامل مشكلة في ده يعني إحنا نشوف في إسرائيل إنه هو تجنيد من سن مبكر جدا إحنا يصل لسبعتاشر سنة وحمل السلاح من سنه مبكر جدا يوصل لسبعتاشر سنة وستاشر سنة ودفع السكان دفعا للتسلح وإيه لإنه هما دائما يكونوا جنود احتياط في الجيش وحاضرين دايما بهذا الشكل المعسكر في الدولة فده كله بيخلق مشكلات في مفهوم المدني ففي الحقيقة مفهوم الإرهاب من ناحية قانونية مفهوم ملتبس بشدة وواضح جدا البعد السياسي اللي موجود في المفهوم ده تالي القوة الدولية دي بتقوم سيادة اللي هي مكانية اللي هي سيادة كوكبية كأن الدول العالم كله بقى دولة واحدة ليه مرجعية قانونية واحدة فيه شرطة واحد بيلعب دول تحالفات دولية بتنطلق تقضي على خروجات عن أو انتهاكات للقانون الدولي مش بتعملها مش بيعملها فعالين كدول وإنها بيعملها فعالين غالبا نونستيت أكتورز أو اللي هم فاعلون دون مستوى الدولي في إطار المنظومة دي مفهوم التحرر الوطني ما عادش مرتبط بس بحالة زي حالة فلسطين حالة فلسطين هي حالة تحرر وطني زي قلنا في الأول بالمعنى الكلاسيكي بقى خاص معنى فيتنام ناس جايين يحتلوا الأرض أنشيلوا في لحب رح نحاربهم في يول طيب بس عندنا محتاجين مفهوم تحرر وطني حتى لحالات بقى الاستدانة يعني اليونان محتاجة تحرر وطني اليونان اللي تم إخضاعها من قبل ألمانيا أنه أنا عندي موازنة بيجي الدائن الدولي يقول لي لا أنا غير الموازنة بتاعتك فين ديمقراطية يعني بأي معنى ديمقراطية إذا أنا الموازنة اللي هصرف منها على الصحة والتعليم والجيش والشرطة والطرق والكباري والمشروعات الموازنة دي بشنة ولا أي مواطن في الدولة اللي هنقررها مال مين هيقررها الدائن ييجي يقول لا 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 كتير أوي ليه ليه توصلك على تعليم المبلغ ده كل مش لازم فمم أعمل بقى شوة أنا أخذ منك ده عشان الديون تعليق الديون فأصبح استعادي أو التحرر الوطني مطلوب لكن كيف نقوم بإعادة تعريف التحرر الوطني هو ده السؤال المهم جدا اللي أنا بطرحه إن إحنا عايزين مفهوم للتحرر الوطني يكون على أساس ديمقراطي مش على أساس قومي يعني أو بلاش على أساس قومي مش على أساس صراع ما بين يعني جماعات على أساس ثقافي لا إحنا بنقول التحرر الوطني اللي إحنا عايزين إن إحنا نستعيد الإرادة السياسية ليه جماعات سكانية في قوة دولية بتحاول تصادر إرادتها يعني الجماعة السكانية اليونانية تمام في قوة دولية مجموعة من الدائنين الماليين الكبار في ألمانيا وفرنسا بيحاولوا أن هما ينتزعوا الإرادة السياسية اليونانية فأنا بقول أنا عايز أتصدل ده طبعا أنا هنا بتصدل ده على أساس النضال الوطني العظيم في وجهة اليوناني أو النضال الشعب اليوناني في مواجهة الشعب الألماني لا مش هو ده اللي إحنا بنطرحه إحنا بنقول النضال الشعب اليوناني لاستعادة إرادته السياسية وحقه في تقرير مصيره في مواجهة هؤلاء الدائنين الدوليين على أرضية على أرضية الديمقراطية وعلى أرضية المواطن فهو ده مفهوم التحرر الوطني اللي أنا بحاول أطرحه فيه المقالة وبشوف أنه هو مفهوم في رأي نواة مفهوم تقدمي مفهوم يساعدنا كثيرا على فهم حالة تحرر وطني فلسطينية وتجاوز كثير من الدعاية الإسرائيلية ضدها ويجعل هذه الحركة يعطيها بعد عالمي وبعد انعطاقي وتحرري على المستوى الدولي وبياخدنا هنا ليه نقطة يمكن مهم إن احنا نفتحها ليه مسألة طب التحرر الوطني ده رايح فين طب أنت هتطرده يعني يعني في الحالة بقى الفلسطينية تحديدا برضو إحنا عايزين نشوف آخرنا فين هل آخرنا إنه إحنا هنطرد اليهود هنرمي اليهود في البحر ده سؤال ففي الحقيقة مش ده المطروح اطلعها بس في نفس الوقت انت إذا كنت بتقول لي اطرح لي حل أنا دايما بقول مش دور نحن مش دور المقاومة الفلسطينية حتى نتقول إيه الصورة النهائية للحل ليه لأنه أنا عندي طرف أصلا قوي ومسيطر على الموارد ومسيطر على السكان ولدي قوة هائلة فرط قوة وأنا مش عارف أتكلم معاه أصلا مش عارفين نقعد ونتكلم فبالتالي أنا كل الحلول اللي أنا بطرحها هي تنازلات مجانية يعني لو هاي ماشي إحنا ناخد حتة أرض صغيرة هنا نسيب الأراضي هنا طبقا وإنت عاد تقدم تنازلات وإنت عاد لوحدك حتى بيرد عليك أصلا فبالتالي مش دوري أن أنا أقدم تنازلات ومش دوري أن أنا أدور على حلول دوري أن إحنا نقعد ونتكلم طيب لما نقعد ونتكلم إحنا كمنا قلت من بداية إحنا من الجدائي ما عندناش مشكلة أصلا في وجود اليهود في فلسطين وما عندناش مشكلة بقى نقسمها إزاي ونحلها إزاي يعني نعملها دولتين نعملها تلتة من ثالثة نعملها ما عرفش إيه نعيد ترسيم الحدود سبعة وستين تلاتة واربعين مش دي الأسئلة في رأيي الأهم لكن الأسئلة هي استعادة الحقوق وعند استعادة الحقوق تظهر المعضلة الإسرائيلية معضلة الحالة إسرائيلية حالة استعمار استيطاني إحلالي بدوافع عنصرية إيه دوافع عنصرية إن هم عايزين دولة يهودية هم اللي بيقولوا أو هم أطفوا عليها دي الصفر إحنا ما كانش عندنا مشكلة في وجود اليهود ما عندناش مشكلة إن يكون في دولة اليهود فيها الأغلبية ما عندناش مشكلة إن الدولة اليهود فيها الأغلبية دي اليهود صوتوا للصهيونية الدينية صوتوا يعني صوتوا اليمين صوتوا اليسار مش دي كلها أمور تخص الشعب اللي موجود في هذا المكان لكن هم من سبب الولع بفكرة يهودية الدولة عنده مشكلة مع وجود كتلة سكانية عربية وزنة لها حقوق مواطنة فعلية داخل إسرائيل لأنه ده يهدد فكرة يهودية الدولة اللي هي فكرة عنصرية هو اللي طالبها مشحي طيب فكرة يهودية الدولة طول الوقت هو لما بيحس ان الكتلة السكانية دي قربت عليه بيزيد يعني بيزيد هوسه بهذه الفكرة وبنشوف مثلا انه افي دختر اللي هو وزير في هذه الحكومة بالمناسبة وزير متطرف وكان قبل ذلك قائد جهاز امن الداخلية هو اللي طرح مشروع الدولة القومية مشروع الدولة القومية ده بيقول ايه بيقول لا حق تقرير مصير داخل إسرائيل إلا للشعب اليهودي يعني انا مواطن عربي معايا جنسية إسرائيلية طب انا عايز اصوت بقى على اي حاجة في إسرائيل لا 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 فيما يخص حق تقرير مصير ده للمواطن اليهودي يعني قانون جديد العنصري طيب افي دختر طرح القانون ده لانه دايما الهاجس ده موجود الكتلة السكانية العربية ده تفوق دماغنا وغالبا هتدخل الدولة وهكذا طب احنا نحاول نحمي الدولة اليهودية دي طول الوقت بعملية فصل عنصري وقوانين فصل عنصري زي قانون الدولة القومية اللي هو صدر في 2017 ده يخدني النقطة أخيرة اللي هي فكرة طب ليه العالم محتمل للحالة الإسرائيلية لا يمكن فهم احتمال العالم للحالة الإسرائيلية إلا في ضق حاجتين الحاجة الأول هي ارتبطها بالمسألة اليهودية وده حقيقي انه فيه سؤال كبير حوالي المسألة اليهودية وطبعا عقد الزنب الألمانية وما شابه لكن فيه بقى يعني شقة آخر مهم جدا وبيجري التعتيم عليه تحت غطاء المسألة اليهودية وهو الدور اللي إسرائيل بتلعبه في المنظومة الدولية دي كلها لها منظومة ذات طبيعة من هي أنا وجهة نظر الإسرائيل ليست لاعب عسكري مهم وده مهم جدا النزعة الإسرائيلية هي نزعة عسكرية لكن قبل أن تكون نزعة عسكرية نزعة أمنية فيه فكرة أمنية عند الإسرائيليين وأنا أعتقد أنه براعة الإسرائيليين أساسية ليست براعة عسكرية بقدر ما هي براعة استخباراتية وأمنية فإسرائيل طوال الوقت تلعب أدوار أمنية في المنظومة العالمية دي من وقت مبكر جدا ويعني تستشعر أن الولايات المتحدة رأت الموهبة بتاعة الإبن المدلل ده من وقت مبكر على الوقت ده هيطلع شاطر الولد ده هيطلع شاطر في المهمة المهمة إيه؟ مهمة البوليسينج البوليسينج هو بطبقته مهمة الزمية للقواعد يعني فيه قواعد وأنا موجود علشان دايما القواعد دي تفضل مفروض هي دي دي فكرة البوليسينج فإحنا عندنا منطقة زي منطقة شرق الأوسط منطقة استراتيجية على مستوى الموقع منطقة استراتيجية على مستوى النفط يعني دول أدت يعني قضيتين أساسيتين فعلا في المنطقة إذن فيه نفط وفيه موقع جغرافي أي طرق تجارة ماشية في العالم بتيجي في الحتة دي طيب نتعامل إزاي مع المنطقة دي محتاجين بوليس فيها يفضل مهد بأي طرف فيها تسول له نفسه إنه هنلعب هيخرج بره قواعد اللعبة دي أي طرف يقول لا أنا مش لعب تمام؟ طيب وده ظهر من لحظة سبعة وستين وإسرائيل قالت أنا أقدر ألعب الدور ده قالت إزاي أنها أقدر ألعب الدور ده لما حربت تجارة دي وحزمتهم في ست أيام الفكرة دي مهمة طول الوقت لما حصلت حرب تلاتة وسبعين العرب بعدها طوال وقت ما بيقولوش بشكل واضح حتى هما بيقطعوا مصر يعني مصر هي اللي راح تعملت الموحدة السلامة لكن بقى العرب اللي قطعوا إسرائيل في اللحظة دي ما قالوش إطلاقا أن إحنا رفضين الدور ده لإسرائيل بالعكس طرحوا في 82 مبادرة السلامة العربية اللي طرحتها السعودية اللي هي ما كانتش تختلف كتير عن الطرح الإسرائيلي باختلاف بس فكرة دولة على حدود ساوستين يعني تأكيد على فكرة الدولة ولولا معركة بيروت في 82 كان ممكن تعملوا مبادرة السلامة العربية وحتى ومع ذلك فضلة مبادرة السلامة العربية موجودة وتم عادة طرحها في 2002 من قبل السعودية بطري في الحقيقة ما حدث بعد 67 من العرب أنفسهم يعني امبريس دي الفكرة دي هم نفسهم اعتنقوها وتشبعوا بيها أنه إسرائيل دي بلق قوي جدا موجود في المنطقة ومسيطر ومش هنقدر نتعامل معاه ومش هنقدر نخرج على قواعد وجوده وبالتالي يجب أن احنا نخضعهم إسرائيل فضلا عن ذلك لعبة أدوار أمنية في المنظومة الدولية من أمريكا اللاتينية دعم الأنظمة العسكرية فيها ضد الحركات الشيوعية لعبة أدوار استخباراتية ضد الاتحاد السوفيتي في نقل مثلا تصميمات الميج 21 تصميمات أنظمة الدفاع الجوي السوفيتي اللي كان بتتعرف عليها في إطار صراعها مع مصر أو حربها مع مصر في الوقت ده وكانت تسرق رادارات مصرية السوفيتي علشان خاطر تقوم بتحليلها ونقل المعلومات دي للولايات المتحدة علشان للولايات المتحدة تحافظ دايما على السوبريوريتي الجوية اللي عندها على الاتحاد السوفيتي فإسرائيل هي بنت هذه المنظومة لاعب أساسي في هذه المنظومة وهذا أحد أسباب هذا الوضع الخاص الذي تتمتع به إسرائيل علاوة على المسألة اليهودية اللي لها برضو أبعاد معقدة مادية وثقافية مرتبطة بالمجتمعات الغربية فمفهوم التحرر الوطني مرة تانية اللي أمتكلم عنه هو مفهوم ينبغي عادة تحريره وينفع نسميه مسميات جديدة المسألة ليست مسألة اللغة المسألة مسألة الكونسبت وربطه بكل هذه الأبعاد التي أتحدث عنها في طبيعة المنظومة التي نقاومها طريقة المقاومة اللي إحنا محتاجينها والأهداف التي نسعى إليها من هذه المقاومة وبالتالي فكرة مفهوم بقى التحرر الوطني ده إزاي نعيد تحريره وينفع لغة نسميه أي حاجة تانية زي ما الاستعمار ينفع نسميه إمبريالية زي ما الإمبريالية ينفع نسميها أسماء جديدة تناسب أهيمانة دولية القطب الواحد يعني النظام العالمي الجديد ينفع نسميه دايما لغة نسأل ليست اللغة وإنما المفاهيم القادمة من بنى مادية للاستغلال وللإخضاع ولمصادرة الموارد هو دي الفكرة الأهم أو الأطروحة اللي المقال عايز يوصل لها